ومن الأخبار اللي حصلت تنبارح للأخبار اللي هتحصل النهاردة إن شاء الله النهاردة هتعقد وزارة التضامن الاجتماعي مؤتمر حول حوكمة الأداء المؤسسي بوزارة التضامن وده بيهدف نشر الوعي المؤسسي والمجتمعي لأهمية الحوكمة وآليات تنفيذها لمواجهة كافة أشكال الفساد النهاردة مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الهزرة حينظم ورشة عمل بعنوان إعادة البناء بشكل أفضل فيما بعد كوفيد-19 وآثر التغيرات المناخية على التنمية المستدامة وده هيكون بتعاون مع مكتب الأمم المتحدة للحد من مقاطر الكوارث النهاردة كمان اليوم الرابع لمعرض الكتاب في دورته رقم 53 هيكون فيها العديد من الفعاليات الثقافية والفنية منها تنظيم ندوة بعنوان استراتيجية الدولة المصرية لمنع الفساد والوقاية نحو الجمهورية الجديدة وكمان قاعدة ضيف الشرف هتستضيف الدكتورة نيبين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي الساعة 4 العصر وده غير ندوة تانية بعنوان اللغة والهوية تواصل المتوسط وده هتكون الساعة 6 مساء النهاردة الساعة 5 طبعا كلنا منتظرين مباراة منتخبنا الوطني بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش اللي حيواجه فيها المنتخب المغربي في دور التمانية لبطولة كأس الأمم الأفريقية على أستاذ أحمد وأهدوج أهديجو بالكاميرون كل التوفيق لمنتخبنا الوطني بإذن الله يعني طبعا بنتمنى زي ما قلتي التوفيق والنصر لمصر ونطلع فاصل ونرجع ونكمل معكم الكلام في صباحا خير المصر